بسم الله الرحمن الرحيم زي ما قلتلك بالنسبة لناس كتير كلمة 3D معناها مادة مش نانو اصلا لان التلاتة يعني تلاتة ابعاد برا النانو سكين لكن في الحقيقة يعني اللي انا شايفه صح لانه كلمة 3D ممكن تكون 3D نانو ماتيريا مادة 3D طب ازاي المادة دي متكونة من مواد نانو ماتيريا سواء 1D او 2D مثلا عندي نانو رودز عواميد نانو ماتيريا ال 1D اللي فاركتك عنها من شوية العواميد دي ممكن تتجمع على بعد تتجمع على بعد وتعمل شكل شبه شكل الورد شكل الفلاورز زي ما انت شايف هنا كده مسلا دي كده ممكن تكون وردة طالعة من النص كده وفيها عواميد كل اتجاه او ممكن الشكل ده لما نقرب عليه شوية دي كده شبه الوردة شوية وردة كده نصها طالع منه عواميد من كل ناحية متجمعية فلما تقرب على واحد حبة من دولة تلاقيهم الصوبك انتقعهم في النانو سكيل مثلا لو عارف يقرب عليهم طبعا المكروسكوب التم صعب انه يفرجك على حاجة زي كده لان التم بيفرفة العينة بيكسرها عشان يفرقهم عن بعد عشان يشوف كل واحدة منهم لوحدها فدي متجمعها مع بعض فلازم سوفرقها لك على المكروسكوب السم فدي كده عواميد نانو رودز جمعت بعض وعملت وردة الوردة دي ممكن طولها من هنا وعرضها من هنا وارتفعها يكون كلهم بره المية اتنين بس هي في الحقيقة مبنية من اشكال نانو مترية فدي اسمها 3D نانو مترية مبنية من 1D معنى شاني يعارف الموضوع ممكن يكون تقيل سنة هنفرج على شوية صور كمان مع بعض سأنا معرفك الفكرة ماشية زي دي مثلا بقيت الصور للفلاورز دي صورة يمكن اوضح شوية للفلاورز دي صور برده للفلاورز عشان عينك تتعود عليها ان دي شبه الورد كده وردة كده من نصها طالع الفلاورز من التلات ابعاد تلات اتجاهات طيب ده شكل تاني للفلاورز للورد دي وردة معمولة من شيت فاكر الشيت اللي فرقتك عنه من شوية شيت زايدة شيت زايدة او شيت زايدة او شيت زايدة في ناس بقى شطرين بدل ما الشيتات دي وقفين فوق بعضهم كده هوت لا ده يخليهم يعني يحضر بطريقة معاينة يخليهم يجمعوا حالين بعض ويعملوا شكل شبه الوردة من الوقت فدي تبقى وردة مبنية من شيت فرغم ان الوردة طولها من هنا وعرضها من هنا وارتفاعها كبير خالص الا ان هي في الحقيقة مبنية من شيت ستودي فعشان كده بيسموها ثري دي نانو ماتيريز يعني نانو ماتيريز مجسمة ما يقصدش كلمة ثري دي يعني تلات ابعاد برا نانو سكيل يقصد انها مجسمة وقت تلات ابعاد كلهم مالية تلات ابعاد بس كلها من نانو ماتيريز ده برضو شكل اقرب شوية نانو ممكن اعامل سفيرز عامل كور كورة بس الكورة دي مش كورة مسمطة كده مش كورة مقفولة لا دي كورة متجمعة من شيتس الشيتس دي جمعت يعني انت ساي ما انت شايفي نوت كده دي شيتس متجمعة على بعض ولفين عاملين دوران كده وعملين كورة فيسموها نانو سفير ساعات فيها بحسب تسميها مايكرو سفير مايكرو اللي هي اعلى من النام بس عادي لان هي متجمعة بس هو يعني في صنف كأنها نانو ماتيريا هم بيسموها كده لان هو يقصد بيها علشان الباحثين بيختلفوا في كلامهم مع بعض ودي من دول الحاجات اللي هنتكلم فيها واحدة بواحدة لو واحد سمع كلمة نانو سفير يفتكر انها كورة اقل من مية نانو فعايز يفرقها له في دماغه ويسميها له مايكرو سفير اللي مش متخصص هي لكلمة مايكرو سفير يفتكر ان هي مايكرو سفير يعني بره النانو لا 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 هو بيسموها مايكرو سفير والصحة عادي لما ممكن يسميها كلمة مايكرو سفير بس هي مبنية من حاجات نانو ماتيريوس مبنية من الاشكال نانو دي مش لازم تتبنى على فكرة من تو دي زي كده ممكن تتبنى مثلا زي كده تلاقي دي مثلا بلاش دي دي مثلا خلينا في دي دي مثلا كور مبنية من بارتيكيلز يعني فيه كورة صغيرة مثلا خمسين نانو جنب كورة خمسين نانو جنب كورة خمسين نانو بدل ما يبقوا متفرقين زي ما انت شفتهم قبل جدا هو يتجمعوا على بعض ويعملوا كورة كبيرة زي انت شايفها دي فدي سميها مايكرو سفير مبنية من نانو بارتيكيلز صغير دي سميها مايكرو سفير مبنية من شيتز تو دي شيتز واهكاز عادي خاص فيه ناس تسميها نانو سفير ناس تسميها مايكرو سفير عادي ولا هم مشكلة يعني لكن بصراحة الاغلب العام بيسمها مايكرو سفير لكن يعني هي كنت محضر المحضرة على كده يعني طيب دي كورة مصمطة يعني مليانة من جو فيه ناس تقدر تحضر 3D بس كورة مجوفة زي دي الكورة دي الكور دي برضو مبنية من حاجات نانو مترية صغيرة بس مثلا دي وهو بيحضر واحدة منهم مثلا اتكسرت هما بينقلوا العينة هما بيجربوها فهو بيتفرج على ميكروسكوب لها مكسورة زي كده فعرف ان هي مفرغة من جو مجوفة من جو فعمل زي الكورة فعلا لما بيعرفوا سوروها على التم دي يعني ممكن سوروها على التم لما بيعرفوا سوروها على التم زي كده هو بتلاقي ده الجدار اللي من بره اهو وده الفراغ اللي من جو الفراغ ده هو الفراغ اللي انت شايفه وهكذا لو مثلا كورة زي دي مصمطة لو كنت شفتها على التم كنت هتشوف اللون ده كله لونه اسود ان هي مصمطة كلها من جو التصوير حاجة زي جدا على التم بتبقى محتاجة يعني مهارة شوية عشان ما يكسرهاش ممكن يحطها على التم تتفرفط منه ما يعرفش يجيبها لان زي ما قلتلك دي قشرة مبنية من مواد نانومترية مبنية من حاجات أصغر منها خالص لو كسرها يعني لو قس عليها شوية في العينة لو طرق معينة كده لو قس عليها قوي في العينة تتفرفط تلاقي نفسك شايف كور زغيرة تكسرت منه وساعات في الناس بتجيب صور كده هو فده اللي كان يهمني انك تتخيله يعني احنا ان شاء الله نوقف الفيديو ده هنهوغط لكن أفتح زي هناك انه زينكوكسايد هي مادة عندها خلص ممكن واحد يحضرها زيرو دي فيه أشكال كتير زي ما انت شف فيه وان دي تو دي وثري دي كل واحدة من دول على اختلافات بقى البسيطة لهم من العلماء كل شكل من دول تحت الميكروسكوب هيدي خصائص مختلفة فلو واحد مثلا بيعمل مثلا وعايز يحط فيه زينكوكسايد هو يهمه مثلا ان الزينكوكسايد ده يحجز اشعة اليو في مثلا كل عينا من دول ممكن يكون لها حاجز اشعة اليو في باختلاف عن التاني وممكن يكون لها خصائص جوه الكريم نفسه ومكونات الصنبلوك غير التاني وليها تفاعل مع الجلد غير التاني وهكذا فده اللي بيفتح اول مجال واول افق من افق المعادة النانومترية هي المورفولوج شاء الله نكمل مع بعد بقى الفيديو اللي جاي رقم اثنين بقى بيتي حاجات غير المورفولوجي بيزنك شكرا